بتحبه قوي قوي وكان نجم النادي الاهلي وصامه عربي تعالك تخيبه وصامه عربي ده حبيب قلبي وصامه عربي تب كل ما تكلمك راحة حبيب قلبي مين ما بيحبكش كلهم ما شاء الله بيحبوه كان اسمع وصامه عربي يقولك ايه ونرجع بعد كده بقى نخش في صور وذكريات قبل ما تكلم على الشخصية كلعيب كورا في السبعينات فترة السبعينات انا يمكن ما شرف اسعدنيش الحظ ان انا لعب معاه ضده في الملعب يعني لكن شاهدته كتير جدا لان انا اول ما طلعت يعني بقى عقلي مرتبط بكورا وكل وجداني وكده كنت بتفرج على جيل السبعينات العظيم سواء في النادي الاهلي او في الزمالك او في انديها الاخرى زي الترسانة والاسماعيلي وغيره يعني فكابتن غانم من استردباكات الكويسة اللي جات في تاريخ النادي الزمالك ولو صوالات وجولات كتيرة جدا وكانت كورته حلوة وجميلة يعني وطبعا اتفرجنا على جيله بقى كله الكباتن حسن شحاته وفاروج عفر والخواجه وكتير يعني والنادي الاهلي كان يملك كوكبة برضو كبيرة كباتن مصطفى عبد الخطيب ثابت البطلاء ارحمه اكرامي انا مش عايز انسى حد كابتن مختار فكابتن غانم له صوالات وجولات كتيرة جدا ومن اللعبة اللي كانت مميزة في مركز قلب الدفاع وعلى المستوى الشخصي والانساني من الشخصيات المحببة جدا لمش بس جماهير الكرة القدم في نادي الزمالك جماهير النادي الاهلي كمان من اللعبة اللي بتسني عليه تماليه وعلاقات جيدة مع النادي الاهلي وجماهيره ولعبته حتى الان يعني فاهلا وسهلا بيه في قناة الاهلي ومشرفنا وانا سعيد ان انا شاهدت لعيب زي كابتن غانم وطبعا معصره دلوقتي وتربطنا بعلاقات جيدة جدا فبالتوفيق لي دايما ان شاء الله في كل مجال يخوده يعني وسهلا كان لعيب جابت اوي وسهلا عربي داياتور من احسن اللعبين اللي موجودين اللي جون في النادي الاهلي في الفترة الاخيرة ويخلي بالك يعني النادي الاهلي لغاية النهاردة مقدرش يعوض واحد زيهم يعني صحيح في اكتهادات موجودين دلوقتي لكن انا مش عاوز اكررنهم بوسهلا عربي لان هو في حتة تانية خالص وهو فزل الكسير جدا من اجل مثلا النادي الاهلي ويستحق كل خير ويستحق ان هو يبقى معشوق النادي الاهلي وجماهيره وانا تمناتي ليبي التوفيق ويا رب وبطول عمر ربنا يدي له الصحة ويحفظه لولاده ولأسرته اللهم امين احنا وصلنا لفقرة صورة